هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي أسئلتنا وهنبدأ بالسؤال الأول على طول دكتور لو سمحت ممكن تكلمنا عن كيفية الفطام من الرضاعة الطبيعية خاصة سن سنة ونص وسن سنتين تمام ابني بيقوم نص الليل عايزني أردعه لدرجة ينزل من سريره ويدور علي أعمل إيه أنا سليمة معفاة الحمد لله بس تعبت مع العلم أنه بيتعشى زبادي أو بيد مسلوق أو جبنة كويس والله عشى صحي على حسب اللي بيرضى يأكله ويكون صحي تمام وبيشرب مية من الفلتر كويس علشان الصيف بيوصل لواحد لتر تقريبا على مدار اليوم بدأ يأكل من سن ست شهور طيب هو هنجاوب على حضرتك فيما يخص السؤال ده تحديدا لأنه هو ده الجانب الجديد شوية اللي هو فكرة تشبص الأطفال بالرضاعة الليلية في الأول عايزين نقول بس التفسير يعني ليه الأطفال بيعصلجوا شوية في موضوع أنهم ما بيبقوش قادرين يستغنوا شوية عن الرضاعة بالليلة يعني تلاقي ممكن أي رضع خلال النهار تفوتيها في آليات الفطام وما بتفرقش معها أحيانا رضعة بداية اليوم ما بتفرقش معها لكن يجوا على رضعة بالليل دي لا يبقوا يعني متمسكين بها قوي الحقيقة ده له تفسير نفسي وده يعني ناس عملوا دراسات نفسية كتير قوي قوي وكانوا الحقيقة الدراسة دي تعملت في السويد من فترة طويلة يعني وكانت نتيجتها أنه نتيجة التفسير يعني وجدوا بقياسات يعني معينة أنه تشبص الأطفال بالرضاعة الليلية ده بيكون سببه هو أن الطفل بيبقى في عقله الواعي أثناء النوم يعني بيبقى هو طول ما هو صاحي بيكون مدرك باختصار يعني بيكون مدرك أنه يستطيع الحصول على الغذاء اللي هو ابن قسين يتمثل في الرضاعة في أي وقت يا شاء من خلال تنبيهك أو حاجة زي كده لكن الطفل أيقن أنه لما بينام ما بيكونش واعي فبالتالي مع هذا النوم بيكون فيه ابتعاد عن مصدر الحياة أو مصدر الأساسي للحصول على الغذاء اللي هو الرضاعة فده بيسبب أحيانا حاجات بيسبب أن الأطفال تتشبس بالرضاعة الليلية قوي بيسبب أن الأطفال تقلق أحيانا وسط الليل وتبقى عايزة ترضع يسبب أحيانا أن الطفل تنم أن الأطفال تنم بصعوبة يعني وكأنهم بيهربوا من النوم طيب إيه الحل؟ أولا من غير ما نتدخل خالص دي آلية طبيعية هتتطور و الطفل هيتركها من تلقاء نفسه ليه هيتركها من تلقاء نفسه؟ لأنه لما بيقلق في كل مرة الطفل إيه لق فيها و زي ما السؤال كده قال جالنا أو إحنا اللي رحنا له عن طريق أنه نبهنا سمعنا صوته وهكذا فروحنا له كل مرة بيشوفنا فيها بيتراكم جوه وجدانه و عقله أو يعني في السابكنشس أو اللاوعي أنه مفيش مشكلة أن أنا نام لأني وقت ما هصحى مش هيحصل حاجة يعني هقدر أكل وهقدر أقابل مابا و ماما وهقدر أعمل كل حاجة فاهمين قصدي هيا ببساطة كده فبمرور الوقت بينضج المفهوم ده عند الطفل وبالتالي بيتخلق عن الفكر لكن فيه بقى نصايا حايزين نقولها لحضريك في الموضوع ده أولا زودي من بين اختيارات العشاء زودي رضعة يعني زودي الرضاعة يعني خلي الرضاعة مش أنت قلتي أنه هو ممكن يتعشى زبادي أو بيض أو جبنة أو أنه يرضع فهم أو رضعة تبقى بالليل بس ليه شرط الرضعة دي إنها ما تكونش ليها معاة ثابت يعني بشكل غير منتظم يعني ما نعودش نقول مثلا إيه هو الاتنين والخميس هنردعوا بالليل يعني بدل العشاء نردع ما يبقاش ليها معاة ثابت أبدا خليها كده مرة كل كم مرة كده مش مشكلة بس زودي حكاية الرضاعة دي إنه يرضع من ضمن اختيارات العشاء ده غلط؟ لا مش غلط خالص ده هتغنيكي عن الحكاية اللي هو اللي أنت قلتها في السؤال إنه يصحب الليل عايز يرضع تمام؟ طيب لما يصحب الليل ممكن نقدم له مية بدل الرضاعة يعني لما يرضع مش كل مرة نجيب له الكباية بتاعته بتاعة المية دي ونقدمها له تمام؟ ممكن نقدم له لبن عادي في كباية خلاص؟ بس طبعا نخلي بالنا أنه هو يعني ممكن يبقى سائع أو كده فيعني لازم ما يبقاش سائع قوي لأن الجسم الطفل هو نايم بيبقى فيه سخونة شوي تمام؟ ممكن اللبن نقدم له طبعا لبن في كباية مش في رضعة فهمين قصدي؟ يعني في الكباية برضو اللي بيشرف فيها مثلا اللي هي زي كباية المية ممكن نقدم له اللبن العادي أو اللبن العليل إضافات اللي هو اللبن اللي بنكهة الفراولة أو نكهة الموز أو لبن الشوكولاتة بس الحقيقة أنا شخصيا ما باملش قوي يعني بالنسبة لي ده اختيار غير محبب ليه؟ لأن الفليفرز أو الطعوم دي أو اللي هي جمع طعم يعني لما بتحط على لبن بيتحط سكريات فهمين قصدي؟ فده بيبقى فيه محتوى سكر زايد فما فيش خطورة خالص إن إحنا نديها للطفل بس مش كتير فهمين قصدي؟ دي نقطة مهمة ممكن كمان نحط في اختيارات العشاء يعني اللي إحنا لسه أيلنها دي أو اختيارات القلق اللي هو لما بيقلق في الوسط الليل نحط وجبة الحبوب فيه كده أنواع بتتباع اللي هي بتتحضر سواء بالمية أو باللبن يعني فيه أنواع تلاقي مكتوب عليها تحضر بماء فقط وفيه ناس يقول لك عشان هي بيبقى قلب وفيه أنواع تانية يقول لك تحضر بالله وبيبقى تعملي حاجة بسيطة جدا بتاخد أقل من دقيقة في تحضرها تمام؟ فدي مرضو ممكن تبقى تدخل من ضمن اختيارات العشاء أو إنه لما يقلق في وسط الليل بدل ما تردعيه احنا قلنا ممكن تديله مية تديله شوية لبن تديله شوية من المادة الغذائية دي اللي هي الحبوب اللي هي بتبقى زي العجينة كده تمام؟ دي برضو دي بتبقى حاجة كويس اختيار كويس المبدأ هو إيه؟ المبدأ هو استبدال الرضاعة استبدال الرضاعة بأي مادة غذائية أي أن كانت كميتها يعني ما تقوليش أعمل له معلقتين طب ما أنت يمكن تديه شوية مية شوية صغارين أو شوية لبن صغارين الفكرة في المبدأ مش إن إحنا بنقارن كمية رضاعة بكمية أكل أنتوا فاهمين قصدي؟ وبالمناسبة الموضوع ده ممكن يستمر كمان إلى ما بعد السنة التانية يعني لما الطفل يكمل سنتين أنت لو برضو متشبس بحكاية أن هو يسحى فوصة الليل عايز يرضع دي اعملي بقى النصائح اللي قلنا عليها بس بطمنك أن ده بحد أقصى هيختفي في فترة من خلال ماكسمام يعني أو حد أقصى من 3 إلى 4 شهور والحقيقة أنا بشكر حضرتك على السؤال لأنه سؤال زكي وبشكرك أنت كمان على أن أنت مهتمية بالنظام الغذائي لطفلك وأنك بتشربيه مية وهكذا ترجمة نانسي قنقر